الاختلاف بين الهجومين كبير ليال والمقارنة بينهما جائزة ولكن يمكن الحديث هنا عن أوجه شبه أيضا كل طرف مثلا استهدف قاعدة جوية للآخر لها رمزيتها العسكرية المقارنة بين الهجومين الإيراني والإسرائيلي تختلف كثيرا على عدة صعود سواء من ناحية التوقيت أو عنصر المفاجأة وحتى نوع الأسلحة فالهجوم الإيراني جاء بحسب التوقيت الأمريكي والإمضاء الإسرائيلي بحسب ما تحدثت تقارير عن مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لتحديد سقف الهجوم لتفادي الإضرار بالجانب الإسرائيلي هذا أولا أما ثانيا إسرائيل كانت تنتظر وتراقب وصول الطائرات المسيلة الإيرانية وحتى قدرت موعد وصولها في الساعة الثانية فجرا بتوقيت إسرائيل أبعد من ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي وقتها أنه بانتظار وصول المسيرات إلى مدى الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية لإسقاطها ما يعني غياب عنصر المفاجأة وهو الأهم بالنسبة لأي هجوم عسكري ناجح هذا فيما يتعلق بالهجوم الإيراني أما الهجوم الإسرائيلي فجاء خاطفا بتوقيت أمريكي أيضا ولكن بطبيعة الحال من دون علم طهران ونقطة فارقة أيضا بين الهجومين إسرائيل نفذت هجومها بصواريخ بعيدة المدى بينما نفذت إيران هجومها بمسيرات وصواريخ أرجوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر